موسيقى موسيقى أنا أشيكي الله يخليكي في صباح جميع المشاهدين والكادر الموجود معنا أهلا وسهلا فيك يا سيد معلاء مواليد اليوم ما بدنا نقلهم؟ مواليد ١٢ ۣ بقولهم إن شاء الله عقبال الميين عاد عليكم يا رب الخير والصحة والعافية وتحققوا كل احلامكم يا رب وكل امانيكم وتستمتعوا بحياتكم يا رب المواليد ١٢ ۣ سنة اجتماعية بامتياز السنة عندهم في تعارف صداقات ناس جدود اقبلوا الدعوات وكونوا مثل الفراشة من مكان لمكان يعني ما ترفضوا أي دعوة تتوجه لكم قد تسافروا أو تستقبلوا ناس من سفر يعني سنتهم السنة بشكل عام وعندهم السنة اللي ما عندهم حمل في عندهم فرصة حمل من والد 12 أربعة اللي ما عندهم أولاد فيه فرصة أنه يكون مولود جديد إن شاء الله لكن شي بيحب والناس اللي مثلا ما عندهم مسكن كمان مسكن جديد أو نقلة منزل أو استملاك منزل كل ما يتعلق بهالأمور رح يشغلون هاي السنة ولكن بالصحة السنة ينتبهوا على الأسنان وعلى الجزء العلوي من الجسم التنفس يعني مجاري التنفسية بشكل عام هاي السنة بتكون نقطة ضعفهم كل السنة ما يخافوا يعني ما في أي شيء الحمد لله أنه سلبي أول 8 أشهر رائعين جدا من حياتهم بالنسبة لكل شي حابين يقوموا فيه وآخر أربعة أشهر في شيء له علاقة عندهم إذا كانوا يبحثوا عن عمل بلاقوا عمل فيه فرصة أنه للترقية من نوع ما مركز أو خسارة مركز وفيه يهتموا بصحتهم ما يرهقوا نفسهم وعندهم فرص أيضا لتواقع الأوراق والحياة الرومانسية وانشغلت بأمور مالية قانونية استشفائية وخصوصا بين شهر حزيران وأيلول بدنا نقل لهم كل عام وهنا إن شاء الله يا رب على طوله بخير وبدنا نقل للمشاهدين على 429 متين بدنا نستقبل اتصالات لهاتفية وقولك يا حسن بدنا نقل لك أهلا وسهلا فيك وكل عام وهذا بخير صباح خير صباح النور بالله بدي أحكي مع خاتم معلاء اه حسن أنا فكرتك الكبير قديش عمرك اه خمسطار خمسطار اهلا وسهلا فيك شب اتفضل معك معلاء عناين بدك تسأل اه عناين بدك تسأل عنا ايه اسم عمرتك اه شو اسم أمك ليلى ليلى قديش مع وليدك اه الف وتسانية وتمانوتسعي تمانوتسعي موام شهر اه من نيسان ايه اي عمر بنيسان اه بسبعة حزيران بسبعة حزيران سبعة حزيران يلا كل عام وانت بخير بتسأل على حبة تاني لا اي 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 اعطيميني الاسم اه انا صباح الخير صباح الخير لو سمحت فيني احكي مع خاص ام هلا تفضله على يلا اه سمار سبعة وششرين تناش سبعة وششرا Security تناش أربعة وثسين أربعة وثسين اسمك اسمي سمر سمر بنت بنت الليلة اهلا وسهلا فيكي خليكم معنا بنظمش من حسن موليده سبعة حزيران 1998 أمه ليلى أول شي تفاعله بالوجه الحسن فكتير حسن يعني قريب جدا من الأم ولكن يوم الثانين يا حسن دائما ما تعمل شي مصيري يعني مرق ومرور الكرام أنه ما يعمل في شي مثلا أنه زواج أو شراء منزل أو شراء سيارة أو عقد عمل ما شابه ذلك ما يعمل لأنه ما بينجح يوم الثانين هذا خاص يعني على اسمه وأرقامه بعدين له من القرآن الكريم سورة التين دائما يقرأه كل يوم سبع مرات فبتجيب له الحزوز حسن عنده غنى بحياته ورحماته وعنده تمام الأمر ناجح جدا إذا درس أدبي ناجح جدا وإذا درس علمي بالمستقبل كمان ناجح وبيحمل أرقام السماوات والأراضين فهذا بيخليه مناماته رؤية ويبرع في الدراسات العلمية وعنده رقم العدالة الكبرى بيخليه يبرع في القانون والأمن والسياسة والجيش هذول كتير بيكونوا مجالات جدا ناجح فيها حسن إذا اشتغل كمان على كبر في شيء له علاقة بتجارة المطاعم كمان عن جد جدا بيكون ناجح وبياتي حزوز سنته ناجحة جدا دراسيا هاي السنة وخصوصا أول 8 أشهر طبعا بيكون قطع الامتحان الثاني والنتائج أخذين فعنده نجاح إن شاء الله أكيد آخر أربعة أشهر انشغالات بأمر شخصية عائلية منزلية طبعا هون التأثيرات تطال الوالد لأنه هو أصغر من 18 سنة فبياخد التأثيرات الأب سنته الحمد لله حلوة وعنده رح يكون كتير قل وطلة وزكي جدا سريع البديهة كلمته على راس لسانه يعني ما بينخاف عليه وبالمستقبل حياته كتير 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 حلوة وقريب جدا جدا من الأم منتمنى له التوفيق حتى فيهم سمة الاستقلالية إنه اطنينة عم يدقوا تليفون من نفس البيت وكل واحد تسأل عن حاله عرفتي الله يخليون يا رب فبنشوف سمر بنت ليلا موليدة 27-12-1994 هلأ سمر من التسامر والحكي والتسالي والسهر ونقل الحكي اسمها سم ومر يعني متعب يعني ما بدي تزعل مني سمر فأنا بتمنى يعني إذا فينا هلا هي بالنسبة للارتباط فيه ارتباط أكيد بحياتها حتى على اسم سمر ولكن بتعبها شوي بحياتها الزوجية فأنا بتمنى تغيره وتحوله يعني تغير أنه تشيل عن سمر مشان ترتاح وتكون حجوزة أقوى بالدراسة بتحصل على شهادة جامعية تبرع بإدارة الأعمال تجارة واقتصاد واللغات أي مجال أو التعليم بشكل عام أي مجال درست منها دولة بتكون جدا ناجحة بعدين عندها أرقام الوراثة من الأهل مال أو أمراض أو اتنين سواء بتدقق على التفاصيل الصغيرة وقد يعتبرها الآخرين أنه هي بتنق ولكن عندها كتير إنجاز يعني بتنجز أعمالها بسرعة كتير كبيرة حياتها على سفر تتشاءم من الرجعة يعني إذا طلعت برات البيت أو المكان اللي هي في نفس الشي ما بتحب ترجع بتخاف أنه شو بدي يصير معي كذا السنة السنة أول 8 أشهر نشغالها بأمور مالية قانونية استشفائية تطالة أو تطالة حد أفراد العائلة آخر أربعة أشهر رائعين جدا للتنقل للأوراق الرومانسية والحمد لله يعني كان كوكب بلوتون عندها السنة الماضية والقبلة عملها تغييرات جزرية فلأ هلأ أمورها كتير فيها بإذن الله استقرار كل السنة أكيد بدنا نتمنى للتوفيق لإلونة حالة شاء الله طبعا هلأ بدنا نقول ألوي يا سعد صباحك صباح وخاة صباح النور كيف كي أهلا وسهلا فيك بدي حكي مع ستة معلقة تفضلي مين معي نبيلة نبيلة الاسم الوالدة يا نبيلة رئيفة رئيفة 5-1-63 63 ونمير كمن رئيفة أيوة 10-4-74 74 تكرم معينك في نهاد 1-1-76 الامة نيرو نهاد تكرم معينك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك هلأ منبلش بنبيلة بنت رئيفة 5-1-63 نبيلة طبعا من النبل نبيلة بدها تنتبه من شغالي أنه قد تتهم بالبخل قبل آخرين يعني أنه بتتهموها بالبخل في عندها تغييرات جزرية كثير كثير السنة بحياتها تغييرات جزرية لأنه كوكب بلوتن على مواريدها فبيعطيها التغييرات المتعبة وتنتبه على صحتها بيصير عندها شي أنه بيأخذ وقت طويل بالعلاج بدها تنتبه كثير على وضع الصحي وعندها سنة تغيير عملي أو عاطفي ترحب فيهم ترحب فيهم لأنه جزء ما بيتجزأ من حياتها وعند المجاري التنفسية وشي تناسل هذولي أكثر نقطتين ضعف عندها فتنتبه كثير على هالنقطتين يعني نعم حذرة لأنه كوكب بلوتن كثير راح يعملها تغييرات جزرية وقاسية ومتعبة بها الفترة هاي ما يزعلوا مني إذا بكن صريحة معهم مشان ينتبهوا على أوضاعهم احنا من قللنا الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية وعندها مع الأول 8 أشهر من السنة حل هلأ ونمير بنت رئيفة 10 أربعة 74 نمير ابن رئيفة 10 أربعة من يومين كان عند ميلاده طبعا نمير عنيد جدا جدا هو أصل الاسم نمير وهو الماء العزب مذكور في القرآن الكريم ونمير تعني أنه كمان سمن البضاعة ما شابه ذلك فهو أصل الاسم نمير فيعيثونه نمير بيكون حصوص الأقوى دائما يشرب الماء كثير كثير من شرب الماء وعنده شرب الماء يقول سلام عليك يا ماء لأنه هو اسمه من الماء عنده السنة 10 أربعة كان كمان رب الشديد السنة فيها ينتبه على من القيل والقال ومن النميمة ونقل الحكي قد يحصل على مركز بالعمل بيحمل أرقام الوراسة من الأهل المال أو أمراض أو اتنين سواء وسنته بشكل عام يعني أنه حلوة أول من أشهر رائعة جدا جدا ولكن متع بآخر أربعة أشهر بكل ما يختص بأمور الصحة والعمل بيعيش إن شاء الله حتى يشوف أولاد أولاده عنده بحياته خطوطين عاطفيتين ضريبة على صعيد أحد الحواس الخمسة والأمراض الوراسية من الأهل وفي نهاد بنت مونيرة واحد إداعي ستة وسبعين نهاد هلا هو اسم شب يعني بس أوقات فيه بناده بس هذا بتعبة يعني إذا أخدت اسم الشب فهذا بتعبة بحياته العاطفية وحتى مثلا ناهدة متعب ناهد مثلا ناهدة إذا بنا نغيرها أو نضف لها شيء على أسمى نفس الأحرف فالتراتبية تختلف فعندها عندها يعني السنة الحمد لله صارت هي على بر الأمان السنوات الماضية كتير كتير تعبت لأهلها صارت على بر الأمان ارتاحت بكل أمورها عندها السنة إذا صار عندها زيادة وزن ما تخاف عندها إذا ما كانت مرتبطة فرصة ارتباط إن شاء الله تتم يا رب على خير كتير سنتها الحمد لله صارت حلوة 11 عندها إذا كانت متزوجة عندها مولود جديد يعني هاي بشكل عام أنه عن أرقامها وأول 8 أشهر تنتبه من القيل والقال أيضا كمان وللسمعة لأنه كتير معرضة أنه يعني للتشهير أو حكي فاضي بل الطعمي وكلام باطل ليس فيها يعني بين حكا إذا كانت تشتغل بتحصل على مركز بالعمل أو تلقى على عاتقة مسؤولية آخر أربعة أشهر أفضل من أول من أشهر بكتير فيها بتستقبل ناس من سفر ممتازة للاستقبال والتزاور بين الآخرين أكيد نتمنى لهم التوفيق يا رب بدنا نتمنى لهم كلهم التوفيق وحكيك إم علاء ولو كان في سلبيات تبي شبه حياتنا يعني طبعا الحياة هي الدنيا فيها الحلو والمورب يعني فما كل أيامنا يعني ما نعايشين بالمدينة الفاضي لمن نرجع منكرر هالشي فوقت لما كلهم شي سلبي ما يخافوا يحاولوا يزاوزوا يتحسبوا له بشكل أبي آخر درهم وقايا خير من قنطار علاج إن شاء الله دايما للكل بدنا نقلل لريم يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يا ريم صباح الخير صباح النور تفضلي بس بدي حكي مع خالت أم غلا مع عن من بدك تسألي عني أنا اسمي ريم بنت أعمال أيوة 10-8-2001 10-8-2001 هو عن أخوي حسن 14 أعمال 14-1-2012 2012 صغير أخوك حسن صغير يلا معك معلاء بمبلش من ريم بنت أعمال موليدة 10-8-2001 ريم طبعا تنادى الريم أفضل بصير إلا نجم بالسما ريم هو يعني من أسماء الغزال الريم أفضل بيعطيها قوة بحياتها وأي يوم خلقاني هي موليدة 10-8-2001 10-8-2001 سنتك كتير يا ريم حلوة إن شاء الله السنة فيها شيء كتير حلو بتحلمي فيه وعندك نجاح أكيد يعني بحياتها الدراسية وشة خير على الآخرين عندها تنادى الريم حتى تحمل يحملها الاستقرار العاطفي لأنه على أرقامها قد يحصل عندها ارتباطين بتحب كتير الأشياء المنمقة المظهر الاستقراطي بتحب الحياة يعني الصاخبة في عندها العين الثالثة يا ريم يعني بتشعر بالأمور قبل حدوثها يعني مثلا على سبيل المثال بجوز هي يعني إذا أنا حكت معي ما بتعرفني بالشكل فبتشوفني يعني عندها العين الثالثة بتحس بالأمور أو عندها رؤية كتير قوية بتشوف يعني الشغلات قبل ما تحصل حتى محتمل بتشوف العريس بالمنام إذا ضلت على الريم بيكون عندها خطوطين عاطفياتين لأنه الأرقامة ممتازة إذا على الريم تثبت على شخص واحد رجل واحد بيكون إن شاء الله زواج العمر بحياته أرقامة سنتة ما فيني أحكي عليها غير أنه سنية ممتازة يعني حلم صعب ويتحقق إن شاء الله كل سنينة يا رب وبالنسبة لأخوه حسن ما واليده 14 1 2012 حسن طبعا حسن هون بدون ينتبهوا عليه لصغير أساتو عنده بدون يصير عنده شيء تنفس تناسلي وجهاز الهضم هذول نقاط ضعفه رح يكونوا لحسن فينتبهوا عليه على وضعه الصحي بيصير شيء بمحيط رئاتين أو التهاب قصبات أو تحسس ربه ما شابه هذول نقاط ضعفه فينتبهوا عليه خصوصا هلها فترة الربيع كتير يكونوا حذرين عليه لأنه معرض أنه لا ينصب بوعكات صحية المفاجئة والسنة كمان عام الفردي بيعطي هالشيء فصار أنه الشيء مضاعف فكتير ينتبهوا عليه ودائما إذا حس شعروا في أنه رح يختنق أو شيء دائما ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وشفاء لما في الصدور ولم نشرح لك صدرك فهذول يقرأوا له هني ويقرأوا له الشافي على نيتو بإذن الله ما بيصير فيه أي شيء الله يخلي لهم يعني إن شاء الله بالتوفيق يا رب وبدنا نقول ألو يسعد صباحك يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك فيني أتي معنا أكيد فينا مين معنا أنا رجاء رجاء اسم والدتك يا رجاء حمامي حمامي إذا بتريدي أعرف نسبة التوافق بين رجاء بنت حمامي أوكي وبين ماهر ابن نادية ابن نادية تكرم عينك موالدي ستة ثلاثة سبعة وتمعنين سبعة وتمعنين أوكي ماهر أربعة عشر سبعة واحد وتمعنين واحد وتمعنين تكرم عينك يا رجاء فيني إسا عارف عن موالد تانية يعني معنا ناخد إسمان إسمان يا رجاء طيب معنا حلقة جاي أوكي أهلا سهلا فيك أهلا سبعة ستعاش عشرين أربعة وعشرين سبعة وتلاتين هلأ أرقام الحمد لله حلوة بيت النفس والروح والاستمرار بس بدك تنتبهي يا رجاء شوي يعني بده يعزبك ماهر يعني رح أطيها لمحة عن طباعه مشان تكون يعني إذا الله يتمام لهم بخير تكون حزرة إذا الوحدة بتعرف مثلا شو بيزعج خطيبة أو زوجة تتفادى يعني بتحاول فهو كتير إنسان محب لها كتير كتير محب يعني للطرف مثل ما بيقولوا ولكن إذا عصب تعصيبه كتير جدا قوي بده تنتبه من هالنقطة هاي إنه تستوعبه إذا عصب ما توقفي وشه دائما تحاول إنه تتفادى أثناء تعصيبه يعني تبتعد عنه هاي النقطة الوحيدة اللي فيه سلبية أما باقي النقطة كلها يعتها إيجابية هي طبعا رجاء تمني أمل بتتمنى إن شاء الله وبتنال يا رب اسمها شوي متعب عليها يعني مع الآخرين بس بإذن الله وهي إنساني كتير حساسي قد تبكي لأقل الأسباب دائما أنا بقلت حميمي بميت البحر يعني رجاء حتى تاخذي مادة العنبر اللي بتفرزها الحيتان فهي بتعطيكي حصوزه بالنسبة لماهر دائما يتبع دوران القمر من الهلال إلى الكمال بأعماله وعندها هي السنة فرصة ارتباط إن شاء الله الله يتمم لها بخير يا رب العالمين بدنا نتمنى لهم أكيد التوفيق وبدنا نقل لنغم ما زر الى bullshit يمكن التوفيق عن مين بدك تسأل مانين نتمنى من قلت عني نغم ابن تعفاق وولدك ايه 101 我� Ern 196 ومن كمان كمان باسل باسل ابن جوهرة أيوة 10 69 نوفي نفس الو荒ي ايه ووين ستو تسعين حتى نفس الارقام لحتى نشوف شو عب تحملي من حزق ابوكي وشو بدك تقدمي له عفاف اسم الوالدة المتصل لنغمة وليدة 10-1-96 النغمة هو طبعا اسم موسيقي عندها أرقام القيادة ما بتحب حذيقه ده في شغلي انه هي كتير نحيلة جدا يعني أهلة بجوزية وصغيرة بالحق وها بالأكل انه كلي وكذا حتى تنصحي وعصبية جدا جدا ولكنها طيبة القلب لأبعد الحدود يعني بتسامح هاي النقطة بتشترك فيها مع الوالد عندها بحياتها خطوطين عاطفيتين وسنتها اي سنة 96؟ 96-1 حياتها على سفر لا نغم حياتها على سفر تنتبه عندها على جهاز الهضم عندها معرض وشي تنفسي تناسلي والأسنان هذول نقاط ضعفها بكل حياته وقد تجري عمل جراحي وسنتها اول هي والوالد سنة اول 8 أشهر فيهم مال بيحصلوا على مال بإذن الله مال كتير فيه تواقع أوراق قانونية ثبوتية مال من خلال امرأة ميراس ما شابه ذلك فيه شي استشفائي صحي يطال او يطال احد أفراد العائلة او يطال ابوه لانه هي ويا اخذ نفس المواليد اخر اربعة اشهر اريح بكتير محتمل يسافر ابوه يعني ويتنقل فيه تواقع اوراق بالتم ان شاء الله بكل اريحية يعني ما فيه اي اشكالات بحياته هيا توقعات لابوه من ارقامه هي؟ ارقامه ارقامه عشر واحد عشر واحد هو اسمه باسل ابن جوهر عشر واحد تسعة وستين هلا هون يختلف الامراض هلا مثلا باسل على ابن جوهر دائما لازم يلبس الجواهر لانه كتير بتجيب له حظوظ على اسم والدته ما بينجح ابدا ابدا بالشراكة عنده يعني بيحمل عنده ارقام النجاح بكتير يبرع في الجيش يبرع في انه يكون مثلا محامي او صحافي اعلام هدول الامور جدا بيكون ناجح فيها بيصير عنده باسل اوجاع ظهر كتير قوية قد تصل الله لا يقدر الى ديسك بيعيش بين اردين هون اختلفوا عنا بيسافر كتير ارقامه كلياتنا لانه بيحمل ارقام الكونية الغامضة فوقت اللي بيحملها الانسان بتعطيه فرص للسفر والتنقل بيشوف كتير اراضي عربية واجنبية على ارقامه نتمنى له ان توفيق اكيد شاء الله يا رب وبدنا نقول الوية ساعة صباحك ساعة صباح النور كيفية اهلا وسهلا فيك اذا بتريدي بدي احكي مع ست ام عالا تكرم معانك مين معنا ام علي ام علي ايو فضل يا ام علي اذا بتريدي بدي يشوف حضر رمضان ابن سامية رمضان ابن سامية ايو 11 واحد 98 98 ايوهو طالب بكالوري اذا بتريدي بدي يشوف اذا في نجاح السنة تكرم معانك الله يكرمك وشكرا كتير لالكم اهلا وسهلا فيك اهلا شو بنا نقول له لرمضان هلأ طبعا رمضان اسم شهر قمري كتير وشه خير لا ما تخافي عليه بالدراسة كمان جدا ناجح وقلوا بحياته شهر رمضان كل حياته دائما يكسر من الأدعية ويمكن يكون يعني يمكن آخر أيام الامتحان يكون فيها شهر رمضان قادم فهذا بيعطي حزوز ما تخافي عليه عنده بإذن الله عنده السنة نجاح ولكن رح يطلب كتير أنه يأكل فهم ما أنه يزيد وزنه مشان يتهرب شوي من الدراسة فهو بس هو يعني كل طلاب البكالوريا والتاسع والشهادات يعني وهو إسه ضعف لأنه عنده أرقام أنه رأس سنة زيادة وزن بعام وفردي زيادة وزن وشي بالمعدة ما يكون حساس تجاه الشيء طبعا لازم كتير يشرب مي لأنه من الرمض وهي العطش والحرد الشديد فيشرب كتير مي كتير بتفيده وخصوصا هاي المية نيسان كتير رائعة ونافعة للجميع وطبعا فينه أنه يعني الماء اللي بيشربه إذا فينه أنه مثلا يذكر اسم رمضان عليه مرات عديدة فبتعطيك ترحزه أو يقول النجاح 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 فبيناله بإذن الله بتفوق على أرقامه إن شاء الله يا رب هو وكل الطلاب اللي عم يتعبوا يكدوا يشتهدوا وبدنا نقول ألو أهلا وسهلا فيكي مرحبا أهلا وسهلا فيكي ممكن أخذ معلاء علي بن ابتسام علي بن ابتسام مواليده سبعة أربعة سبعة أربعة مانا وتسعين تمانا وتسعين بيشكل عام ومستقبله ومين كمان حدا تاني لا مفي حدا أهلا وسهلا فيكي علي ابن ابتسام مواليد 7-4-98 بالنسبة لعلي طبعا كتير الاسم قوي جدا حلو الاسم مذكور في سورة الشورى آية 51 فدائما تقرالوا ياها وهو من اسمه الله الحسن العلي يعني مضاف بالتعريف علي يبرع في الدراسات العلمية أكيد يعني إذا يدرس علمي بينجح جدا جدا وهو كتير يمكن بيحب الجيش مثلا حتى لو درس علمي ويبرع أيضا في القانون لو درس علمي قد يتوجه إلى الشي العسكري يعني مهنة عسكرية وعنده تغيير عمل بحياته أكيد هاي تغيير جزري سنته السنة شغالات بأمور مالية قانونية استشفائية تطالع وتطالع أحد أفراد العائلة عنده عنده نجاح أكيد إن شاء الله السنة كمال إذا كان بكالوريا أو يمكن يكون حادي عشر نجحان على البكالوريا لأنه عام الفردي بيعطي هالشي مناماته لعالي رؤية يأخذ منه بيصير عنده شي ينتبه منه السكر على عيونه تنظير بالمعدة والقدمين هذول نقاط ضعفه قد يجري عمل جراحي إلو علاقة بالمعدة تنظير ما شابه ذلك بس سنته كتير حلوة يعني خصوصا أول 8 أشهر أكيد منتمنى للتوفي ست أم علاء يعني كل فترة في حرف مناسب بتكون لهذه الفترة شو هو الحرف المناسب لهذه الفترة يلي نحنا عم نعيشها من أعياد وربيع وشغلات حلوة حرف الزاء حرف الزاء هالفترة وأنا هون يمكن ما رح نحسن أنه ناخد مبارف إذا ناخد الأبراج إذا ما أخذناها تنبيه لمواليد الثور رح نبهن هالفترة هاي وخصوصا العشرية الأولى كوكب المريخة عندهم ينتبه من الحوادث الحروق والجروح البعكات الصحية المفاجئة الحوادث على الطرقات ومشاكل يعني ينتبهوا كتير كتير وخصوصا العشرية الأولى طبعا بعد فترة بتكون العشرية الثانية بعدين الثالثة يعني لأنه عمي العشرية الأولى بهذا الشهر؟ إيه هلأ بهالفترة هاي العشرية الأولى من عنا من عشرين أربعة طبعا العشرية الأولى لواحد خمسة فهدول كتير ينتبهوا هالفترة هاي من هالأمور هاي بهالفترة هلا من هون إلى خمسة عشر يوم لأنه دخل كوكب المريخ وهو كوكب يعني المشاكل والحرب والتأثيراته على الوضع أنه من الحرارة والالتهابات طبعا تأثيراته على أبراج تانية مثلا حسب هلا على مولود الحمل يؤثر عليه ماليا أنه يا أما بيجي مال كثير أو يخسر يعني يدفع نفقات يعني كل برج بيأثر عليه بطريقة مختلفة ولكن نحن بيهمنا صحة الإنسان المال بيروح وبيجي بس ينتبه على وضعوش الصحي يعني معلاء أهلاء بدكت خلينا نسألك عن الأبراج معني لو سبحتي خلينا نذكرهم بعجارة مش هذا المشاهدين ما يزعلوا يعني ذكرت الحمل معقولي ما تقولي شو انعكاسه على برج العقرب مثلا العقرب قد يحمل له فرصة ارتباط أو مشاكل مع الشريك يعني ينتبه أنه لأنه كوكب المريخ هو كوكب برج العقرب والحمل كوكبه الأساسي فوقت العام يتنقل بالأبراج فبيأثر عليهم فبالنسبة لمولود العقرب ينتبه شوي على أوضاعه العاطفية اللي معنه متزوج والمتزوج عفوا أنه المعنه متزوج قد يحمل له فرصة ارتباط يعني يلتقي بشريك الحياة صدفة من حيث لا يحتسب يطلب منه موعد ما يكون عصبي كتير مولود العقرب بها الفترة وباع الأبراج خلينا معناها بس نقول لزملائنا أنه نأجل شوي الاتصالات الهاتفية لوقت ما نحكي عن كل الأبراج بعوجاله خلال هاي الفترة بالنسبة لما والد الحمل منصبح إليه هنا من كلهم 12 و13 في عندهم مركز بالعمل أو خسارة مركز انشغلات بأمور مالية قانونية استشفائية بدهم ينتبهوا كتير على أوضاعهم بهالفترة 14 و15 رائعين جدا للحياة الاجتماعية عندهم 16 و17 فارغين من الحزوز والطاقة يرجع بعدها وينطلق بنصبح على مواليد الثور بالنسبة للمواليد الثور هدول اليومين رائعين جدا عندهم باليومين البعد منهم شهرة أو تشهير يعني أما بين شهروا كتير أو في تشهير وفضائح ينتبهوا كتير على أوضاعهم منصبح على مواليد الجوزاء منقلهم أنه أول يومين رائعين جدا فيهم أول يومين اهتمام بالصحة وبأمور العمل بعدين رائعين جدا للسفر للتنقل للتواصل للاتصالات وعندهم يومين فيهم مسؤولية تلقى على عاتقهم لازم يكونوا قداما يتأففوا من المسؤوليات المهم أنه ما يخالفوا الأنظمة والقوانين اللي بينطلقوا بعدين انطلاقة رائعة بإذن الله استماعية بامتياز بنصبح على مواليد السرطان هدول اليومين جدا متعبين حازر المشاكل والانفعال والتعصيب وخصوصا مع الشركاء كون هادئ بعدين عندهم يومين رائعين جدا للحياة الاجتماعية والتواجد بين الآخرين عندهم يومين فيهم شيء له علاقة يعني كيف بالصحة مثلا اهتمام بأمور الأعمام والعمات الأخوال والخالات وينتبهوا من الخطأ لأنه ناطرين الآخرين على غلطة وأي غلطة بيدفعوا تمان وغالي منصبح على مواليد الأسد الأسد في عندهم هاليومين اهتمام بأمور الصحة والعمل وعندهم شيء له علاقة بالشركاء يعني قد يوقعوا شراكة عمل قد يخسروا مركز وكان عندهم الأيام السابقة من يومين ثلاثة جدا سلبيين على مواليد الدلو وأنا نصحتهم أول من أشهر كمان جدا متعبين عليهم فيما يختص بالمنافسين والأقوياء والأخصام والأعداء هاي الفترة كمان رح يجيون يومين هيك فيها بعدين عندهم يومين رائعين جدا للمال والحصول على مال يعني بشكل عام أنه بينطلقوا إن شاء الله اعتبارا من بكرة يعني بشكل عام منصبح على مواليد العزراء هلا وصلنا العزراء العزراء رائعين جدا للأولاد والاهتمام بالأولاد وانشغالات حمل ولادة ما شابها ذلك هاليومين عندهم يومين فيهم أعباء تراكم أعمال الأعباء عائلية ضاغطة عندهم يومين جدا رح يكونوا انفعالين وعصبيين أنا بقول لهم نكونوا هادئين حتى تمرقوهم على خير بالنسبة للمواليد منصبح على مواليد الميزان الميزان عندهم هاليومين انشغالة بأمور شخصية عائلية منزلية عندهم يومين بعد منهم كتير حلوين رائعين مزدهرين مسلس فلكي قطف صمار وفي يومين رح يحسوا في تراكم أعمال أمراض بالعائلة الأقارب اهتمام بشؤون الأقارب ولكن ما يخافوا الأمور كلها تبقى الفقير منصبح على مواليد العقرب هدول اليومين عندهم مصالحات إذا كانوا متزالين مع حدا بعدين عندهم يومين شوي متعبين بأعباء ضغوطات عائلية انشغالات بأمور عائلية قد تكون إيجابية يعني ما ضرورة تكون سلبية الضغوطات بجوز مثلا تجهيز لا عرص لا حفلة ما شابه ذلك فبيلتبك الإنسان أو تعزيل بالمنزل سبط البيت تحب أنه تشتغل ببيتها وعندهم يومين تهدأ خواترهم رائعين جدا جدا مزدهرين عاطفيا وعائليا وللأولاد منصبح على مواليد القوس القوس عنده مال سيأتيه مال من حيث لا يحتسب وعنده يومين رائعين جدا لمصالحات مع الإخوة إذا كانوا متزالين مع الإخوة وعندهم آخر يومين انشغالات بأمور شخصية عائلية منزلية وأنا هوني كمان رح نوه على مواليد القوس طبعا إسا بكير بس أنا بحبهم من هلا يكونوا حزيرين اعتبارا من ستة خمسة لشهر القادم ينتبهوا على وضعهم وخصوصا اللي معهم قلب لأنه معرضين لناكاسات طبعا حسب مواقع الكواكب والنجوم فمواليد القوس اللي بحسوا بش يعني يهتموا بصحة من هلا مشان يحموا القلب لأنه عندهم من ستة خمسة لمدة شهر انه تعب صحي من ناحية القلب بدن ينتبهوا كتير على هالنقطة منصبح على مواليد الجديد منقله إذا حابب تغير بمزارك الخارجي رائع جدا عندهم يومين حصول على مال كمان كتير بينبستو عندهم يومين الطلاب اللي عم يدرسوا ناجحين للسفر وللمصالحات أو حتى يلعبوا دور المصلح للاتصالات للتنقل منصبح على مواليد الدلو منقله انطلاقة رائعة جدا بانطلق فيها اعتبارا من بكرة يعني بيحس أنه بعد اليأس والملل أنه انطلق انطلاقة جدا حلوة بعدين عندهم يومين للمال والحصول على مال وعندهم يومين أنه إذا كان حابب يسافر أو يبقع أوراق فجدا بيكون ناجح بالنسبة لمواليد الحوت منصبح عليهم منقلهم يومين شوي فارغين من الحزوز والطاقة ترجع بتنطلقوا انطلاقة رائعة جدا للسفر للأوراق للمال للاتصالات هاي بشكل عام كل الأبراج بنا نتمنى لهم توفيق كلهم مساء الله يا رب ستة أم علاء حكينا عن الأبراج كلها بشكل عام بنا نحكي شوي عن الاعجاز الرقمي لبعض اسماء حضرتك انتي هيك تنقلنا ياهون هلا نحني أنا اليوم رح اختار الاعجاز الرقمي للسيد المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى فاني الاعجاز الرقمي هو لأنه يعني حسب انه هاي مات من عمر الثلاثة وثلاثين فهي الثلاثة وثلاثين هو من مضاعفات تسعة وتسعين عدد أسماء الله الحسنى عنده انه بسورة مريم السلام عليها يوم أولده ويوم أموته ويوم أبعثه حيا عدد حروفها ثلاثة وثلاثة لا عفوا رقم الآية ثلاثة وثلاثين فكل آية ذكر فيها السيد المسيح اسم عيسى عليه الصلاة والسلام يأما بيكون رقمها ثلاثة وثلاثين أو عدد حروفها ثلاثة وثلاثين أو كلماتها ثلاثة وثلاثين بكل الآيات اللي مذكور ان شاء الله بلكي بحلقات قادمة من فصلا تفصيل وين مذكور اسم عيسى عليه الصلاة والسلام أو يعني عنه اللي هوني ما مذكور اسم عيسى السلام علي يوم أولدته بس هو يحكي عن حاله فهي رقم الآية بالقرآن الكريم بسورة مريم رقمها ثلاثة وثلاثين هذا إعجاز رقمي طبعا إله علاقة بآدم عليه الصلاة والسلام بحواء إله علاقة لأنه هني بيتعلقوا بالقيامة بيوم القيامة بحياتنا كلياتا فآدم مثلا تصوري آدم ثلاثة أحرف فثلاثة أحرف مجموعه بالجمل الكبير بيعطي رقم خمسة واربعين فهو تسليس يعني مسلس ما هي ونحن منقول بحياتنا العادية أنه حواء من ضلع آدم فمجموع اسم حواء تصوري أنه خمسة واربعين فهي أنه ضلع منه فبيعطي أنه يعني مثلا حواء من ضلع آدم هذا أكيد يعني إعجاز رقمي من القرآن الكريم حتى مسكور آدم مثلا مسكور هو والسيد المسيح عليه الصلاة والسلام في آية أنه خمسة وعشرين مثلا رقم الآية خمسة وعشرين وفيها ثمين كلمات خمسة وعشرين زائد ثمانية بيعطي الرقم الثلاثة وثلاثين هذا إعجاز قرآني عظيم يعني بيأكد أنه تواصل السيد المسيح مع القرآن الكريم وأنه قديش فيه يعني إعجاز وطبعا سبت النور النور اللي ظهر على السيد المسيح وحقا قام طبعا حقا قام يعني نحن منأكد هالشيء والجمعة العظيمة ووقت اللي نصلب عليه الصلاة والسلام كل هالأمور بلك إن شاء الله بحلقات قادمة منفصل توسيع أكثر بإذن الله عن هالأرقام أنا حبيت بس هدولي أخذون مشان قلنا بلك ما في يعني أنه متسع من الوقت لنحكي أكثر عن هالأمور هاي أكيد سيدة إمعلاق القرآن الكريم كرم السيد المسيح عليه الصلاة والسلام وآيات التكريم والطهر والعفاف لسورة مريم لأن إحنا كان عنا أتصال تحت الهوى إن شاء الله تكون الأسماء اللي معي صحيحة سيدرة بنت وفاء مواليدة 3-9-2008 ووفاء بنت بديعة 13-1-79 خلينا نبدأ من سيدرة 3-9-2008 بنت الوفاء السيدرة طبعا هي سيدرة المنتهى أصل الاسم سيدرة المنتهى الاسم كتير حلو عندها هي بدأت جهز حالة سيدرة السنة للسنة القادمة لأنه هي سنتا يعني اعتبارا من عيد ميلاده القادم من 3-9-2015 لـ 3-9-2016 هي سنتا لسيدرة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى سيدرة بتنتقد ما بيعجبها العجاب عندها تبرع تنجح في الدراسات العلمية وتحصل على شهادة فوق الجامعية بأرقامها بتوقع تحت تأثير امرأة أو امرأة تدخل لتلعب دور سيء لتخرب لها بحياتها تنتبه كتير سيدرة أي سنة مواليدة 3-9-2008 وعندها غنى بحياتها بتالت مرحلة في غنى وراحة مادتية بالنسبة لأمراضة عندها الأسنان هي أكتر مقتضعف عندها الإمساك عندها جهاز لهذا ما قد تجري عمل جراحي قد يكون تجميلة نتمنى لأكيد التوفيق وقرب عيد ميلاده يعني ما مطول شغلتهم كم شهر وبتبلش سنتا لسيدرة وفاق بنت بديعة مواليدة 13-1-79 وفاق هلا طبعا وفاق يعني بتكون كتير وفية للآخرين حساسة حنونة تبكي لأقل الأسباب بتدقق على التفاصيل الصغيرة بحياتها ولكن عندها بحياتها تغيير عمل وعندها تغيير عمل وعندها أكتر من خطوة عاطفية بحياتها هي بتعمل دائما وفاق لأله ما للعبد يعني حتى إذا حدا أزاها يعني بتحسي أنه بيجي الأزا من دون ما تطلب هي يعني الله بيأزي لأنه كتير إنساني طيبة جدا 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 تتشاعب من الرجعة عندك أول 8 أشهر رائعين جدا يا وفاق للمال والحصول على مال ولكن شويه تمي بصحتك انتبهي لأنه بتحمل أرقام الوراثة من الأهل ومال أو أمراض بيصير عندها واجع بالركاب الأسنان وعندها أمراض وراسية من الأهل هاي لمحة عنهم أكيد إننا بدنا نتمنى لون التوفيق أكيد طبع وبنا نقول يا ساعة صباحك ليا يارا أهلا وصباح الخير ساعة صباحك إن شاء الله أهلا وسهلا فيك يا يارا ممكن أن توصل مع أم علا تكره معانا يك تفضلي أهلا لو سمحك أنا يارا بن سلوى يارا بن سلوى 13-1990 90 ولو سمحك أخي 22-12 22-12 1993 93 شو اسمه محمد محمد الله يوفقين ما انت دعيني عن كل شيء من بعد إذنك تكره معاناك عن كل شيء بدنقلك أهلا وسهلا سهلا سهلا هلا يارا بن سلوى 13-1990 يارا طبعا تعني مغيب الشمس وثانية طول الشعر والجمال يعني ما أنه له معنى يعني الاسم دائما يبدأ يا يارا دعائك بيا المنادة يارا عندها أرقام الاستملاك بتملك كثير أملاك باسمه عندها أرقام النجاة من الأمراض حياتها فيها مشاكل ولكن يعني وعندها خطوطين عاطفيتين هاي بدأ تنتبه عندها كثير جمال بشخصيتها عندها ثقة بنفسها كثير كبيرة بتعيش رئيسي منها مرؤوسي قيادية من الطراز الأول ما بعرف إذا لأنه ارتباطها بيكون كثير بعمل مبكر إذا كانت تأخرت محتمل لأنه كان عندها كوكب زحل يعني بجوز أثر على تأخير ارتباطها السنة عندها فرصة ارتباط وأول 8 أشهر فيهم شيء له علاقة أنه بالمسؤولية مركز بالعمل ما شابه ذلك ولكن نتبهي من القيل والقال أيضا يا يارا آخر أربعة أشهر ممتازين بشكل عام للحياة الاجتماعية عفواً بده يدخل الله يخليكي بيدخل كوكب زحل بيتراجع بس ما بيأثر عليها بيتراجع لعندها بين حزيران وأيلول بدك تكون واعية بهالفترة وتنتبه على مصاريفها مصرياتها بتعرف وماذا تحطون مشان ما تخسر وإن شاء الله عندها أكيد إن شاء الله فرصة ارتباط بشهر أيار في فرصة ارتباط عندها بشهر أيار إن شاء الله تتم يعني لأنه بعض أحيان بتمرمر الكرام شو بنا نقول لمحمد بن سلوة 22-23-93 بالنسبة لمحمد طبعا خير الأسماء معبدة وحمدة محمد بيفتعل لنفسه مستقبل محلوب العاطفة حياته كل أرقام وسفر كل أرقام وسفر لمحمد بيشوف أراضي عربية أكثر ما هي أجنبية دعاءه مستجاب وقتل بيوقف الناس على عرفها يدعي محمد ودائما يقرأ سورة محمد وقاله رزق فيها بإذن الله سنته الـ 4-5-13 كمان عندهم انشغالات يعني عندهم محتمل يعني يأثر على العائلة يعني بشكل عام أنه بنقلة منزل أو استملاك منزل أو شراء عقار أو بيع عقار ما شاب أمراض بالعائلة ينتبه على أسنانه وما لازم منها لأنا بنصحه لمحمد التدخين يا محمد والأرقيلة ممنوعين طبعا عم نقولها بالعامية يا نارجيلة فممنوعين لأنه كتير بدروله بصحته لمحمد إن شاء الله يسمع منك محمد وكل اللي عب يتابعونا إن شاء الله هلأ معنا أيضا اتصال هاتفي وهو الأخير بحلقتنا بدنا نقول ألو ألو أهلا وسهلا فيك صباح خير صباح النور كنت أحكي معك 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 معلاء عن مين بدك تسأل مؤيد ابن نهاد مؤيد ابن نهاد 10-8-96 10-8-96 وحدا تاني لا نكفي أهلا وسهلا فيك بعد ذلك عن الدراسة مؤيد ابن نهاد 10-8-96 أول شيء مؤيد من الدعم والتأييد مؤيد 10-20-24 السنة عندك نجاح أكيد إن شاء الله يا مؤيد تسعب عنده أكيد نجاح لأنه عامه الفردي وأرقامه وعنده شيء كتير حلو رح يحصل عليه فهو إن شاء الله النجاح بإذن الله عندك تمام الأمر ناجحة جدا سنتك مؤيد تبرع في القانون وتبرع في الدراسات العلمية بس القانون جدا بناسبه لأنه فيه أرقامه بأرقامه عنده القانون إذا درس علمي كمان ناجح وبيحصل على شهادة فوق الجامعية واحتمل يكمل مثلا ماجستير بالمجال اللي عم يدرس فيه سنتك من أولة لآخرة كتير 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 حلوة لأنه طبعا أنت مولود أسد وكوكب المشتري عندك فكتير بيجيب لك حزوز بس طبعا حسب موقع القمر بالسنة الماضية بعشرة مالي وين كان موقع القمر هو اللي بيحدد له سنته مراتيه بعامه الفردي أنه عنده نجاح أكيد بإذن الله معلاء وآخر اسم تحت الهوام محمد توفيق بن أمل موليده 17-4-1970 هلا هو اسمه مركب ناس بينادوا له محمد ناس بينادوا له توفيق لا هنا أنا بدي أنصحوا أنه ينادوا له محمد لأنه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل بيته وأصحابه ما بيصير يشيلوا اسم وحطوا توفيق يعني لأنه اسم نبي ما بيصير أنه يلغوا لأسم النبي وينادوا باسم آخر فهون دائما ينادوا له محمد إذا ما حاب بين توفيق محمد بيصغر وعانى كثير من الروماتيزم والكالسيوم والأسنان عنده الوقع الرد الكثور تمزق الأربيطة بدون ينتبهوا على هالنقاط الضعف بحياته عنده تمام الأمر يبرع في القانون والجيش إذا ما درس القانون بيصير عنده قضية قانونية ما ضرورة تكون سلبية بجوز تكون قضية أنه مثلا ميراس منزل ما شابه يعني أموره مانا سلبية 12 و 28 عنده السنة زيادة وزن أي سنة خلقان بس إذا ما تريد 17 أربعة 1970 حياته على سفر عنده خطوطين عاطفيتين بحياته دائما شرب من مية نيسان يا محمد لأنه تحيي الإنسان ووقت لتسمع الأذان ردد مثلا ما يقول الأذان لأنه بتكون أمورك إن شاء الله بألف خير وهو أمراض وراسية ينتبه على كمان الهون القلب عنده شرعين القلب معرضة فينتبه كثير كثير عليها ما يعرض حاله للتعب والإجهاد الله يحب نسان شكرا كثير لوجودك معنا سيد أمعلاق وفاء حبيب وأهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك بكل عام وانت بخير وانت بألف خير يسعد صباحك وصباح مدام عبير وجميع المصورين معنا والكادر الموجود معنا والله يحمي سوريا وقاعد سوريا يا رب آمين يا رب العالمين بدنا نشكر حضورك مرة تانية معنا يا أمعلاق إن شاء الله لأحد القادم كمان بدك تكوني معنا ومن هلأ بنقول للمشاهدين الأسماء اللي أخذناه تحت الهوى واللي ما قدرنا نوقف عندهم نتمنى اتصالاتكم المباشرة على الهوى لحدة تسمعوا بصوت وصور أهلا وسهلا فيكم